دكتور أحمد دورة الأسوال والزراء تم توجيه سؤال مباشر للنهاردة وأنا هجيه لحضرتك في مسألة ما يتعلق بالفرق ما بين أن هي شراكة استثمارية ولا بيع أصول وكان الرد قاطع أن هي مسألة وأعتقد أن النقطة دي يعني هيخوض فيها ناس كتير للفترة اللي جاي حقيقة الفترة اللي فاتت كان فيه كلام أو جدال كتير وكان أنا شايف أنه في محلو وهو فعلا تأكد النهاردة أنه هو مش محلو حتة بيع الأصول أنه أصلا القانون المصري ما يتحش الموضوع ده هي عملية شراكة عملية تطوير والجميل كمان في الموضوع أنه إحنا مش بنتكلم في عملية منتجع سياحي إحنا لو جينا بصنا يمكن عليه الدكتور الشام قال إحنا في ميجا بروژك إحنا لو بصنا الحجم الاستثمار المباشر تحديدا لعمل المواني بنتكلم في عشرة مليار ده استثمار مباشر أنه إحنا بنتكلم في بروژكت واحد ميجا بروژكت بنتكلم في 35 مليار منهم عشرة ودايع تحديدا 11 ودايع 11 بوينت سبعة تحديدا ودايع موجودين عندك جوال بنك المركزي وال24 ده استثمار مباشر يعني إحنا بنتكلم مرتين ونص استثمارات مباشرة خلال العام ويساوي الاحتياط الموجود عندك دلوقتي كمان الاحتياط إحنا بنتكلم تحديدا بنتكلم في 35 مليار وبالتالي ده هيعزز كمان سيولة أكتر موارد دولارية هتقدر تساعد بقى في نقطة مهمة جدا ويمكن ده يعني عاملة قلق شوية حضرانكم تلاعظوا السوق الموازي حصل فيه مجرد الإعلان نفسه ده احنا عايزة أقول لحضرانك حاجة احنا من حوالي أسبوعين ده ما ابتدأ بس يقولوا فيه موضوع اول ما رأس الحكمة قالت ابتدأ يحصل انخفاض في الفجوة شوية ابتدأ انخفض في سهر السوق الموازي بالوقتي ده ما بقاش مجرد ككلام ده ما خلاص أعلن بشكل رسمي أصبح معلومة هنشوف أنا متوقع ان انا شوف انخفاض شوية في السوق الموازي الفترة المقبلة ديت تحديدا يعني في خلال الشهر الشهرين تحديدا لكن الابتدأ من الحد على طول نه طبعا هنشوف انخفاضه ده هيقلل شوية في الفجوة ما بين السعر في السوق الموازي والسوق الرسمي في دوق طبعا توفر السيولة اللي هتبقى موجودة في خلال الأسبوعين اللي جاي